موسيقى صديقي تدور على الزين هذا الكارفان كارفان ركود بطول 35 قدم هذا الكارفان بسعر 225 ألف درهم مع 3 توسعات مع 5 جيكات تماتيك هذا الكارفان بتقسيم الشبابية ميلس ورفة النوم ما شاء الله تبارك الرحمن بتشوفون السلايد عليهم بركز فيها التقسيم وقول بسم الله كارفان ركود صديقي وهذه زجاجة والجيكات تماتيك وسلندرات الغاز 5 جيكات تماتيك ولا ننسى الكارفان مع 3 توسعات ما شاء الله تبارك الرحمن هذه المضلة الكبيرة عندنا ال LED السماعات الخارجية في هذا المكان نقدر نحط الشواية الخارجية وفي هذا المكان نقدر نحط التلفزيون الخارجي دل عمرك صديقي في كارفانات الركود بنشوف الزجاج فريملس شو يعني فريملس لما نشوف الزجاج بهذا الشكل يكون مسطح جميل يختلف بين هذا وبين هذا نشوف الكارفان الركود نشوف الزجاج العادي هنا ونشوف الزجاج هنا الفريملس صديقي نشوف التوسع الأولى والخروج متر ونص عندك هنا الدريء الخلفي للكارفان كارفان ركود مع التالي سبير ما شاء الله تبارك الرحمن لما نشوف التوسع الثانية ونشوف التوسع الثالثة لهذا الكارفان هذا الكارفان بطول 35 قدم وهنا عندنا المستودع الخارجي سمي بسم الله تعال صديقي تعال تعال ميلس طبعا لما نشوف هذا الكارفان هذا الكارفان صدق بنظام ميلس وينفع لصالة اجتماعات عندنا الكرسي الأول يكفي لشخصين والكرسي الثاني يكفي لشخصين والكرسي الثالث يكفي لشخصين وعدنا هنا التلفزيون 58 بوصة وعندك هنا المستودعات مستودعات 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 وبوستر هذا المكان يعيبنا كلنا نحن كوكونا الشباب ليش؟ بنقعد هنا تحت بنلعب ورقة بنقعد على الكراسي بنتغدى في هذا المكان هذا المكان اللي نحن يعيبنا وعندك هنا التلفزيون وناخذ عليه نظرة ما شاء الله تبارك الرحمن لما نشوف هذا الكربان بتقسيم الشبابية وهذه القعدة الشباب اللي يدورونها صراحة قعدة جميلة لهذا الكربان عندنا هني المطبخ الداخلي نشوف تقسيمة المطبخ الداخلي طبعا عندنا هني المقسل وفي هذا المكان المكرويف وفي هذا المكان إذا حبينا نفطر وهذا المكان اللي بنطبخ فيه ريوقنا وغدانا وعشانا ومستودعات داخلية لهذا الكربان كربان ركود غني عن التعريف كربان ركود من أجود أنواع الكربانات لما نشوف نحن كربان ركود أنت تشوف الجودة في الكارفانات لكارفانات الركود ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا إذا أنت بتسأل عن عمر الشركة كارفان الركود عمرها 1974 وهذا الكتاب موجود اللي هو أنت بتشوف الكارفان بتشوف كيف تصنع بتشوف وائراته بتشوف كل شيء في هذا الكتاب راح تشوف كارفان الركود عندك هني شركة الفورست ريفر طبعا تحملها شركة الفورست ريفر الركود وفي هذا تحطي السناصر إذا نسم التائر أو شيء يعطيك ألار بداخلي طبعا هذا يعمل بالوايرلس كل أغراض الكارفان تشوفها في الكارفان في هذا الكارفان نحن نشوف المكيفات اللي موجودة فيه مكيفين سنترال طبعا أول مكيف يكون في الصالة وثاني مكيف يكون في غرفة النوم مكيفين سنترال نقدر نستخدم الكارفان هذا على التطبيق تقدر تستخدمه بالكامل بالكامل تفتح السلايدات تشغل الماء تشغل الإضاءات كله كامل الكارفان هذا في تيلفونك نشوف دورة المياه هذه دورة المياه لو تفتح ريولك ومورك طيبة نشوف المستودعات الداخلية هذه المستودعات الداخلية والشاور بوكس نينة سبح الميزة الحلوة اللي أنا يعيبني في كارفان الركود يحطوننا هذا المحبس تعرف ليش هذا المحبس أسبت يوم تفتح الماء الحار تحطي يدك في هذا المكان تترى الماء الحار ليه ما يوصل بدل ما ينشب الماء براع نشوف الكارفانات الأمريكية ليش دائما يحطون هذه هنا ليش عشان نشوف الوسع في هذا الكارفان طبعا تينا الإضاءة من الخارج الكارفانات الأمريكية أنت هستتكلم عن عراقة أكثر الشركات عمارها 60 سنة 70 سنة 80 سنة هاي هي الكارفانات الأمريكية نوصل على غرفة النوم معزولة نركز شوية هاي الغرفة النوم نشوفها بحجمها كبير ليش حجمها كبير عشان التوسع على طرف دائما لما نشوف التوسع على طرف ما نحصل مستودعات تحت الكارفان ليش ما أخوذ المكان بالكامل بس نحن المستفيدين غرفة النوم غرفة كبيرة كأنك في بيت عندك المكيف عندك نظام السنترال عندك الزجاج الأولى الثانية الثالثة الرابعة والخامسة عندك هني نقدر نحط لك التلفزيون تقدر تحط مكيف إضافي نقدر نسوي لك كل شيء مثلا تبغي أوبشنات إضافية في هذا الكارفان نقدر نزيد لك الأوبشنات الإضافية في هذا الكارفان بس لما تدخل غرفة النوم تشوف غرفة النوم واسعة في هذا المكان نقدر نصلي خلص نقدر ناخذ راحتنا ونقدر نصلي نقدر نقعد ما تقدر تشوف هذا المكان إلا على الطبيعة إن شاء الله لما تي بتزورني في كارفانات الخليج التصوير غير عن الواقع لما تي توصل عندي بتشوف الكارفان بتشوف التنوع في الكارفانات كارفان ركود ممتاز ختاميتنا لهذا الكارفان الجميل هذا الكارفان كارفان ركود بطول 35 قدم مع 5 جيكات تماتيك هذا الكارفان شفنا فيه عراقة في الصناعة طبعا السعر 225 ألف درهم أتمنى أنك تزور أخوك براشد وتشوف التنوع من الكارفانات عندنا هذا الكارفان غير هذا الكارفان كارفان اللي نقول عنه ميلس ميلس فإذا يعيبك كارفان ميلس هذا الكارفان ييوزلك وأتمنى أن تشوفه أخوكم براشد حمد الفلاسي ونتشرف فيكم مع السلامة